بقول لي بقى سمعنا حاجة انت قلتها غنيت في حب سيدة فاطمى الزهراء اه طبعا احكي لنا بقى حاضر سيدي يا حبيب الله نعم يا حبيبي متى يشتفي منك الفؤاد المعذب لتهدأ روحي وأعضائي لك تهذب غرام ووجد واشتياق ولوعة حزن وتبريح به العمر يذهب فلا الوصل يحيني ولا الهجر قاتلي نعم يا حبيبي ولا الموت يأتيني ولا أنت تحجب فلو كان لي قلباني عشت بواحد وتركت قلبا في هواك كيعذب وإنما لو كانت لي قلوب لم أعش بها وتركتها فيها وتركت وتركت وبيبعاتوا بعض القصائد للجريدة وبتنشرها فعجبتني أحد القصائد وهي على نفس الرتم اللي أنا بقوله في نفس الشعر يعني فعجبتني فاخدتها وقلتها اتأثرت بياني حاسيت أن انت عايز تغني حاسيت المعنى يعني وعشان برضو يعني الشيء الشيء بيذكر كان اللي كاتبها أخ أعتقد اسمه شعبان أحمد اسماعين رمضان شوبرخيت بحيرة على ما أعتقد وعملتها وغنتها ما تغنيها لك لو تفكرها لو متذكرها يعني من غضبة الأحرار صغت بياني وبساحة الصوار هتف لساني الله أكبر سوف ترقى مصرنا ضفر الرجال بصيحة الشجعان متوحدين حبيبي متوحدين بقوة قد مزقوا ثوب المذلة بعد زل هوا يا أيها الصوار طاب جهادكم أنتم حديث الفخر للأزماني آه بكت السماء على أسود على أسود جاهدوا أرواحهم أرواحهم سكنت فسيحة جناني يا أيها الشهداء يا أيها الشهداء أمين يعني نحقيك يا حقيقي كلماتها مؤثرة جدا فعلا وأنت بتغنيها واضح بقلب حبيبها جدا طبعا ما هو الحب أساس كل شيء أكيد يعني نحقيك عليها عندك حفلات قريب اللي عايز يجي يشوف الشيخ جودة يروح فين ما هو الحفلات الخاصة بتختلف عن الحفلات اللي هي بالنسبة للأماكن الثقافية لا مثلا مراكز الثقافة ووزارة الثقافة إن شاء الله يعني احنا بنعلن عنها اللي عمقية على الفيسبوك وبنعلن عليها في توقيتها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شيخ جودة نورت وخصونا انت طيب ربنا بارك فيها ويعني بتكونش ده تضيفة أصلا مش ضيفة خلاص صاحب بيت كده الله يخليك ربنا بارك فيها فتجندها تالي وأبروك على الفيلم ويري بتكونش آخر مرة ويريت يكون دائك فعلا وصل لتوصيل الأعمال والإنشاد الديني وتقنين ويعني توثيق هذا الفن من تراثنا المصري والعربي أيضا زي ما احنا بنقول تاني وده الهدف العام إن احنا نوسق تراثنا لأن ده قيمتنا وده حضرتنا أعتقد أن الوزارة الثقافة لازم يكون لها دور تبير جدا في هذا الموضوع ووزارة الأوقاف وغيرها من الهيئات المعنية اللي يجب أن تكون متحمسة ومدعمة لهذا الموضوع لأن ده مش دينا إحنا لأن احنا بنبني مصر جديد بس ما تيقسش إن شاء الله شايف بودة بنشكرك شكرا جزيلا عيدكم سعيد يا رب إن شاء الله على النايل لايف خليكم معانا بعد الفاصل ما كاملين معاكم